بعد أيام على توقعات مشي الحي في ليلة راسي السنة سابع منها أصبح توقع وماذا ينتظرنا في 2024 برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقة التوقع أسعد الله وأتكلم كل شيء في ليلة راسي السنة كشف الفلك اللبناني مشي الحي توقعات مفصلة على شاشة MTV عن توقعاته للبنان والعالم ووصل عام 2024 بروحة السنائيات ومرحلة وراء كل صفقة صفاء وبعد عشر أيام فقط من بداية العام الجديد تحققت سبعة من تلك التوقعات مما جعلها صادمة وملفتة للانتباه تابعوا معنا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا ايه التوقعات اللي قالها مشي الحي في بداية السنة وتحققت وكمان التوقعات اللي لسه هتبتدي تحصل من المفترض هذا العام من بين التوقعات اللي تحققت كانت أشارته إلى عملية اغتيال كبيرة في لبنان وأشار مشي الحي إلى أن تتكلف الوحدة السرية اللي رقم 269 باغتيال ضخم بلبنان الفعل تم اغتيال نائب رئيس حركة حماس سرح العروري في قلب الضحية الجنوبية في بيرون بضربة كبيرة وجرأة غير مسبوقة قد تشعل الجبهة اللبنانية والمنطقة اغتالت اسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الشيخ صالح العروري في قلب الضحية الجنوبية لبيروت قررت اسرائيل الوصول إلى أحد أبرز قياداتها ولكن في لبنان ومن توقعات مشي الحي اللي اتحققت أيضا وجود كومبيلة موقوطة داخل أحدى مجموعات الحجد الشعبي في العرق والتوقع اتحقق بالفعل مع اغتيال قيادين في الحجد الشعبي بقصف مسيرة على مقر الحجد في بغداء توقع الثالث توقع مشي الحي أن يكون قائد في لق القدس السابق قاسم سليماني اسما وصورة لهدف وليس لذكرى وبالفعل عاد اسم سليماني إلى الأحداث في الأيام الأخيرة تزامنا مع الذكرى الرابعة حيث وقع تفجيران بالقرب من مسجد صاحب الزمان حيث يقع قبره الوقع أو التفجيرات راح ضحيتها أكثر من 200 شخص في السياقة الرياضي اتوقع مشي الحي أن كرة السنة الأوروبية ستزاحم الـ N.B.A. وسوف تتصدر أسماء لعبين من الصف الأول وبالفعل تصدر اسم نجم كرة السنة الوناني يانيس أنت يتوقون بوك إرلان مش عارف عن طق اسمه الأخبار الرياضية ومن الأحداث المرفتة كان لمطار رفيق الحريري الدولي حسة كبيرة من توقعات مش الحي توقع مش الحي أن يرتبط المطار بالكثير من الأخبار والقصص البوليسية مطار بي رفيق الحريري مية قصة وقصة أولا قصص بوليسية وأمنية ما بتخلص رئيس مطار رفيق الحريري المهندس فادي الحسن بإطلالة طارقة ومتسارعة اتحقق التوقع مع قرصانة نظام الشاشات في المطار وتوقف نظام جرارات حقائب الركاب المغادرين تحول مطار رفيق الحريري الدولي في ساعات إلى لغة الإشارة وخرجت مواعيده عن الضبط الإلكترونية قرصنة مجهولون أحكموا السيطرة على نظام الشاشات وغيروا مسار الرحلات نبي فادي الحسن مدير المطار سوف يطلعنا على المزيد هو اللي صار بعض الضهر يوم تقريبا ساعة خمسة الشاشات اللي بتعرض أوقات ووجهات الرحلات توقفت وتم تكتصنطة يعني ستعرض أشياء تانية بالإضافة لأشياء توقف كمان نظام جرارات حقائب الركاب المغادرين اللي هو كمان في شئ منه بيطرد بالمعلوماتية فتم تكتصنطهم أخيراً وفي اختام التوقعات التي تحققت لمشي الحي اتوقع حي حسول ضغوط على رئيسة وزراء فرنسا إليزابيس بون ما قد يغير في المشهد والأجندة واللق ضغوط على رئيسة وزراء فرنسا إليزابيس بون بغير المشهد واللقب والأجندة فجاءت بعد أيام قليلة على بداية العام استقالة بون من منصبها إذن جاءت هذه الاستقالة من إليزابيس بورن رئيسة الوزراء الفرنسية رئيس الفرنسي قد وضع رئيسة الوزراء إليزابيس بون في وجه كما يقول في وجه المدفح بعد هذه الاستقالة التي ربما أجبرت عليها والتي لم تأتي من مبادرة شخصية من رئيسة الوزراء السابقة وإنما لأن الرئيس الفرنسي استعملها من أجل تمرير هذه القوانين التي كانت صعبة للغاية وعجزة عن تمريرها رؤساء فرنسيون سابقون ليتحقق توقع آخر بشأن وزير الثقافة الفرنسي غابريال أتال عن أنه سيكون في الأضواء وهو بالفعل عين رئيسا جديدا للوزراء وزير الثقافة الفرنسي غابريال بالضوء غابريال أتال أصغر رئيس للحكومة في الجمهورية الفرنسية الخامسة عينه الرئيس الفرنسي رحل مكان إليزابيس بورن شكل تعيين غابريال أتال رئيسا للحكومة مفاجأة في الأوساط الفرنسية وهو أصغر رئيس للوزراء والأكثر شعبية يتبوأ هذا المنصب في تاريخ الجمهورية الخامسة واعتبر أن تكليفه يرمز إلى الجرأة والتغيير طيب دي توقعات مشي الحي التي تحققت خلال عشر أيام فقط في السنة لا رفت وردنا إي رأيك بالتوقعات اللي حصل مشي الحي اتكلم عن توقعات كتير لليترس السنة طبعا منها اللي تحقق ومنها اللي لسه ما تحققاش اللي منتظر أنه تحقق قريبا طبعا أكتر حاجة تهمنا فلسطين والأحداث اللي بتحصل في فلسطين ألمشي الحيق عن فلسطين المسجد الأقصى سيكون المحور تروات غزة في البحر باقية لغزة وأهلها فلسطين من البحر للنغر لن يبقى مقولة في الخطبة لعند غزة وفلسطين سوف تحل على أمريكا وعلى إسرائيل الكبوس الفلسطيني سيبقى في عقول المستوطنين في المخيمات لبس القسام سيصبح زيا يعتمد يرتديه الجميع أما عن كتر فبيقول مش الحيق تظاهرة غير مألوفة في كتر أميك كتر يقنع بايدن بتغيير رأيه بقضية ذات علاقة مع فلسطين أما عن الأردن اكتصاد الأردن وسياحته يمنعان الانهيار من قلب البحر الميت ستدب الحياة والحلوية في الأردن الرياضة الأردنية إلى الأمام أما عن مصر فبيتوقع أن باسم يوسف هيدخل برسة الأحداث عسكر مصري في فلسطين ليتمنى أن الخير هو اللي يحصل والشر ما يحصلش وهي في الآخر مجرد توقعات تحتمل الصعوب أو الخطأ بكده نكون وسن لنهاية حلقتنا أتمنى لأول مرة تشوفوا القناة يريد تشرفوني بالاشتراك في القناة في هذه القناة عن الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة أول ما تنزلت رتدامني بلايك وكومين بشير شكرا لكم وإلى اللقاء